هناك وجهة نظر أخرى تقول أنه الأمريكي أنا عنده اتفاقية ويا وجوده حسب اتفاق واتفاق يعني مبرام ومعروف لكن الاحتلالات الأخرى مثل التواجد التركي مثلا ليش ما يتم مناقشته من كل الأطراف سواء كانت سنية شيعية كردية يعني ما جاي نشوف أكو إضاءة على هذه القضية برأي طبعا يا هفيد مشكلة جدا يعني جدا كبيرة بأنه احنا ما نناقش فقط هذا هناك احتلال تركي موجود عندنا يعني داخل ويقصف مدن بعض الأحيان يعني يقصف مدن يقصف المدنيين عشرات القرآن محتل يعني هاي مشكلة جدا كبيرة إذن راح نرجع للمربع الأول اللي سؤالتنا بي أنه احنا يعني بعض الشي نفتقد إلى الجانب يعني مصلحة البلد أنه المحاور بين تروح قاعدة ملي على الأحزاب السياسية الأحزاب السياسية بنوابها اللي يروحون بالبرلمان يناقشون بس في نفس الوقت أنه هذا الجانب لازم يعني هو احتلال بالتالي وداخل أراضيك عسكريا وداخل ما يقارب الستين كيلومة الداخل من بعد الحدود ولازم حدودك مرابطات عندهم لكنه لم يناقش بجدية لم يناقش بجدية وتم ترحيل احنا عدنا مشكلة أنه عدنا سياسة ترحيل أزمات هذا الباب إذا تناقشه وذا تناقشه في نفس الوقت أنه تواجد الأمريكي راح تكبر القضية بس في نفس الوقت إحنا راح نرجعهم راح نقول ليش استراتيجية ماكو الاستراتيجية ناقش هذا من ضمنها لازم من ضمن الاستراتيجية مات البلد إدارته بالشيون الأمنية والعسكرية والسياسية مناقش الجانب الأمريكي وتواجده والتواجد التركي في نفس الوقت أيضا هذا أهم احتلال هذا أيه مستاذ السلام خلي أختمي لك بهذا السؤال هذا ما حصل بعود نفس السؤال ما حصل في جلسة مجلس النواب حول انسحاب القوات الأمريكية أو المطالبة من انسحاب القوات الأمريكية هل هو اختلاف بين القوة أم خلاف بين القوة السياسية خلاف بين القوة السياسية خلاف بين القوة السياسية خلاف بين القوة السياسية